الأمور الفارقة في التاريخ الإسلامي على العموم نقدر نقول هي النقلة اللي حصلت ما بين الدولة الأموية والدولة العباسية من بعد وفاة هشام بن عبد الملك بن مروان نقدر نقول إن الدولة الأموية ابتدت تنتهي في اللحظات دي بعد ما مات هشام بن عبد الملك بن مروان مسك من بعده الوليد بن يزيد وأول ما الوليد بن يزيد مسك الخلافة ابتدوا ولاد عمومه يعملوا صورات داخلية وصراعات داخلية إلى أن انتهى الموضوع بموت الوليد بن يزيد مسك من بعده المنتصر اليزيد بن هشام مسك الحكم وفضل لفترة إلى أن برضو انتهى به الحال من صورات داخلية لغاية ما مسك مروان بن محمد بن مروان بن الحكم هو اللي مسك ومروان بن الحكم كان له لقب أنا آسف كان بيلقب لأنه هو أساسا كان في حاجات كتيرة مش فهمها وفي نفس الوقت كان عنيد جدا ولكن نقدر نقول أن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم هو آخر حاكم في الدولة الأموية لأن في عهده كان فيه صراعات كتيرة صراعات من العلويين ظهرت وإلى آخره إلى أن ظهر أصحاب اللون الأسود اللي كانوا ماشيين زي النار في الهشيم عملين دعوات كبيرة جدا ألا وهما العباسيون السلام عليكم معكم أخوكم محمد عاصم أهلا وسهلا بكم في القناة ودايما متشرف بحضراتكم وشكرا جدا على تشغيلكم للفيديو الأول كده تدوس لايك يا جماعة علشان فيه ناس كتيرة بتنسى تدوس لايك لايك بيفرق كتير جدا ندخل في الموضوع على طول عندنا النهاردة مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم كان هو اللي ماسك الدولة الأموية ونقدر نقول أن بانو العباس كانوا شغالين بالدعوة أنه هم اللي يمسكوا الخلافة ده طبعا بمؤذرة كتير من الفرص مع بعض الموالين وفي عندنا في المشهد كان والي خرصان والي خرصان كان اسمه نصر بن سيار نصر بن سيار شايف الدعوة للعباسيين والدعوة جوه المدينة عمالها تنتشر وحالات تمرت كبيرة بعت لمروان للخليفة الحقني وبعتلي بمدد الدعوة كبيرة قوي وانا مش قاد رقف قدامها لوحدي إلا أن مروان كان عمالي يدي له وعود هاوية هو فاضي أساسا البيت الأموي شغال في صراعات داخلية إلى أن في اللحظة دي نقدر نقول أن العباسيون تأكدوا تماما وبانو عباس أن الدولة الأموية في مرحلة وهن كبيرة وفي سنة 129 هجرية الموافقة 747 ميلادية هنا في التوقيت ده تحديدا أعلن العباسيون دعوتهم وجهرهم للخلافة العباسية على الملأ ما عددش سر وكانوا بيلبسوا باللون الأسود ولذلك لكبوا بالمسودة بنو العباس وكان عندنا واحد من الموالين للعباسيين كان اسمه أبو مسلم الخرصاني أبو مسلم الخرصاني قدر أنه هو يسيطر على خرصان نصر السيار اللي هو الوالي الأموي انسحب وراح أعلني صبور وبعدها ابتدى يفوق مروان بن محمد ويبعث له الجيش التقى الأمويين والعباسيين هناك في أصفهان وكانت هزيمة صاحقة في أصفهان حتى نصر اللي هو والي الدولة الأموية مات في المعركة دية وانتهى أمره وراحت من هنا الجيوش بتاعة العباسيين تدخل على الكوفة إلى أنبويع عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس أول خليفة للدولة العباسية وعشان نفرق كان عبد الله بن علي كان بيلقبه مش أنا اللي بقول يعني لقبة بالسفاح وكان ليه عم هو اللي كان قائد الجيش بتاعه كان برضو اسمه عبد الله بن علي وعبد الله بن علي عمه ابتدى يدخل في المدن وينشر الدولة العباسية وكل الناس كانت بتبايع الخلافة إزاي كانوا بيبايعوا الخلافة؟ كانوا الناس لما بيدخل عليهم العباسيين كانوا يلبسوا كده اللون اللسود اعترافا منهم بالدولة العباسية وكانوا فرحانين بصراحة الناس لانهما كانوا عاوزين حد من قال البيت هو اللي يحكم ده بالاضافة ان احنا مش هنقدر ننسى ان في عصر الدولة الاموية حصل كتير من بعض المجازر اللي بعض الناس فضلت شيلاها كشئ دفين جواهم وفي قلوبهم ضد الامويين وجاءت اللحظة لحظة الكتال ولحظة المواجهة ما بين الامويين والعباسين فين اتقابلوا؟ اتقابلوا عند نهر الزاب هو عبارة عن احد روافض نهر دجلة مروان بن محمد اخد الجيش بتاعه وعبر به النهر علشان يواجه به العباسين بحيث ان النهر يبقى وراه وقدامه العباسيين وبعد 11 يوم كتال كانوا واقفين هناك في ساحة كبيرة وكان مروان بن محمد معه من الجند 60 ألف وعبد الله العباسي كان معاه 20 ألف نقدر نقول ان كان الجنود اللي كانوا مع مروان بن محمد ما كانوش مؤمنين بالقضية الاموية وكتير من القبائل كانوا معاه جنود من القبائل طالعيني نصره مروان بن محمد كان جايب معاه خزينة من الاموال كبيرة وحطتها في المؤخرة بتاع الجيش ونقدر نقول ان مروان بن محمد هنا كان مستني اللحظة حتى بيقول كان واقف وسط المعركة وبيقول لأحد ولاد عمومته ان لو العباسيين ما هجموش يبقى احدا هنفضل بالملك إلى مالة نهاية ولو هجمو هو نفسو ما كانش واثق وقال محدش يهجم من الامويين خالص إلا لما العباسيين هم اللي يبدأوا إلا ان مفيش حد صبر إلا ان ولاد عمومه ما استنوش من أحد ولاد عمومه كان اسمه الوليد ابن معاوية ابن مروان ابن الحكم طلع بالجيش وراح هجم على العباسيين العباسيين شافوا كده ابتدى الكتال وكانت في اللحظة دي يا جماعة الكتال ما بين الامويين ما بين العباسيين وابتدى على أشده وكله بيقتل في بعض بدون رحمة خارص إلا اللي نقدر نقول ان الميمنة من الجيش العب الاموي ابتدت تتهز حاولوا ان هم يقفوا كده في سبات إلا ان هم ما وقفوش في سبات بعض الجنود ابتدوا ينسحبوا لدرجة مروان ابن محمد اللي هو الخليفة الاموي شايف الجنود بتوع القبائل اللي كانت مثلا ده وقفة مستسلمة خالص وقفة في حالة لا مبلاغ غير طبيعية بيقول لهم انتوا هتسبوني كده ما توقفوا معايا يروح لكل قبيلة يعني يطلب منهم المد تعالوا معايا ادخلوا في الحرب قتلوا يبصوا له بس احنا هنقتل لما ولد القبيلة دي هي اللي تدخل في المعركة يروح لقبيلة تانية فوق قلب المعركة يا جماعة يعني دولا تطلعين معا عشان يسندوه إلا ان هم خزلوا آخر حاجة لدرجة ان هو رح راجع ورا وفتح الخزائم بتاعة الاموال بتاعته وبيغري الناس الجنود علشان ان هم يبقوا بقى اشد قوة واشد حماس للكتال الجنود شافوا كده سابوا المعركة وراحوا على الاموال ينهبوها رحمة روان ابن محمد كان عنده حوالي ستين سنة اصلا اللي هو الخليفة الاموي امر ابنه عبد الله انه هو يقتل اللي بينهبه في الاموال في وسط المعركة عبد الله ابنه هو اللي كان شايل لواء المعركة وكان في بعض الامويين اللي هم كانوا في سبات كبير في المعركة لما لقوا ابنه عبد الله هو اللي شايل لواء رايح رجع لورا هم مش عارفين انه هو راجع لورا علشان انه هو يقاتل اللي بينهبه الاموال افتكروا انه هو بينسحب فانسحبوا فدخل عليهم العباسيين ودي كانت نهاية الامويين بجد فضلوا يقتلوا في الامويين بشكل لدرجة ان الامويين بقوا بيرموا نفسهم في نهر ازاي بيرموا الجنود بتترمى بالالاف عايز اقول لكم ان اللي ماتوا في النهر غرقانين اكتر من اللي ماتوا مقتولين وانتهت المعركة بجسس كبيرة طفي على نهر الفراط او نهر الزاب ومروان بن محمد اخد بعضه وهرب لما هرب مروان الجيش العباسي لقى غنيمة كبيرة من الاسلحة ومن الزاد ومن الاموال اللي تركها الامويين ومروان بن محمد اخد بعضه راح الموصل لما جيه روح الموصل تلعوله اهل الموصل من فوق الاسطح وقالوله الحمد لله ان هو خلصنا منك وجيه حد من اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو اللي ينصرنا وهو اللي يمسك الخلافة راح لمدينة حران طلب من اهلها ان استغس باهلها قالوله الحمد لله ان احنا خلصنا منك واحنا كنا عايزين حد من اهل بيت النبي هو اللي يمسك الخلافة دخل على طول وراه عبد الله العباسي كان هو مروان هرب واول ما دخل مدينة حران كل الناس لبسوا اللون الاسود اعترافا ليهم بالدولة العباسية وكأنهم بيرفعوا الولاء والطاعة الى الدولة العباسية اخد بعضه الخليفة الاموي مروان وراح على حمص ومن حمص هرب على ووصل الى دمشق لما وصل دمشق قابل الوالي هناك وقاله انك انت تنصرني وما خدش نفسه وما عادش في دمشق هو كل الامر انه هو قال لدمشق ومدينة دمشق ان هي تنصره ودمشق دي لها موضوع حنقوله دلوقتي ولكنه ما قعدش في دمشق ما قعدش في دمشق لانه كان على ثقة ان العباسيين اقوى منه وان اجلا او عاجلا حيدخلوها وحيقتلوه ولكنه هرب الى فلسطين ومن فلسطين وصل على مصر واستخبه في بصير هنا في الجيزة اما بقى عبد الله بن عباسي لما جي يروح على دمشق دمشق كانت محصنة باسوار كبيرة قوي وفي دمشق بقى نقدر نقول ان اهل دمشق هما اللي ساعتها قتلوا نفسهم بنفسهم دمشق من جوه كانت منقسمة ساعتها كان فيه القيسية وكان فيه اليمنية اليمنية اللي هما منحدرين من اليمن والقيسية اللي هما منحدرين من الجزيرة العربية ومن الحجاز ونقدر نقول انه كان فيه صراع قبائلي من جواهم الناس يعني العباسيين محصرين المدينة لمدة شهر العباسيين مش عارفين يدخلوا لان المدينة كانت محصنة جامع دمشق وفي الوقت ده نفسه وصل الموضوع ان القيسية واليمنية تحاربوا ما بينهم وبينهم بعض لدرجة ان في المسجد الاموي اتعامل منبرين وتعاملت سلاطين جوه الجامع الاموي ناس قيسية بيصلوا هنا واليمنية بيصلوا هنا وبعد شهر قدر عبدالله العباسي ان هو يلاقي صغرة جوه المدينة لدمشق ومن الاسوار ودخلها واستباح دمشق لمدة 3 ساعات بالتلات ساعات دي بقى نقدر نقول المشهد اسمه مشهد رفات أو النبش في رفات كبور قالوهم نبشوا كل كبور معدى قبر عمر بن عبدالعزيز وابتدوا نبشوا قبر معاوية بن ابي صفيان ملاقوش فيه يدوبك غير الكفن بتاعه فتحوا القبر بتاع عبدالملك بن مروان ملاقوش غير الجنجمة وفتحوا القبر بتاع هشام بن عبدالملك بن مروان ولقوا الجثمان تخيلوا عملوا ايه اخدوا الجثمان وراحوا مصلبينه وراحوا محرقينه كده وبس لا راحهم جايبين الارمالة بتاعة هشام بن عبدالملك بن مروان ومشوها حفية قدام الناس شبه عارية ودخلوها في الصحراء ومشوها حفية وقتلوها وحرقوا جثتها وقيل ان في دمشق في الوقت ده مات ما يقرب في ثلاث ساعات قتل ما يقرب من خمسين الف واحد من دمشق العباسيين ما كانوش بقى بيفرقوا هنا ما بين اليمنيين وما بين الحجازيين وما بين اهل الشام اتقتل في خلال ثلاث ساعات ما يقرب من خمسين الف ده غير ان في البصرة مش كان في نفس الوقت كانت البصرة بيلموا فيها الامويين وجابوا مجموعة من الامرة والامويين والمواليل للامويين وراحهم مقتلنهم وجايبين جساسهم ورموها للكلاب تاكل فيهم ده اللي كان المشهد المؤرخ واللي موجود والمصادر هتلاقوها في شرح الفيديو اللي حصل في الكتال ما بين العباسيين وما بين الامويين وفضل الزحف العباسي الى ان وصل في فلسطين وعبدالله العباسي اللي هو قائد الجيش لأول خليفة عباسي واعتبر عبدالله العباسي هو عم أول خليفة عباسي اللي كان موجود وهو اللي كان قائد الجيش وصل في فلسطين وكانوا جايبين 92 امير اموي ودخلهم عليه ولقوا قدامهم اكل وقال لهم كله سموا باسم الله وكله الامويين بيبصوا خايفين ومرعبين وبعدين ابتدوا بالراحة ياكلوا وفي مشهد نقدر نقول فيه نوع من النرجسية على فيه نوع من بعض الغل على من بعض الحاجات الدفينة وهم بيأكلوا امر الجنود بتوعه نزلت كده بمطارق على دماغتهم من وراهم بتتقصر على رؤوسهم والرؤوس بقى المشهد عبارة عن تكسير جماجم وتكسير عظام آدمية وعبدالله العباسي امر ان الاكل يتحطى على جساسهم ورح قاعد فوق جساسهم وقاعد ياكل وقال بالله ما اشهى من هذا الطعام تخيلوا ده اللي كان بيحصل انا مش منحاز للا الامويين ولا العباسيين ولا لقرامطة ولا لأي حد انا لما بتكلم بتكلم بحيادية تماما من خلال ما روية واللي موجود عشان محدش يقولي انت تتجنع على العباسيين ولا لما كنت بتكلم على الامويين حد يقولي انك بتتجنع على الامويين ده اللي كان بيحصل وده اللي تسجل عندنا والغاية ما وصل العباسيين في مصر ابتدى العباسيين يفتشوا على مروان بن مروان بن الحكم اخر خليفة اموي لغاية ما لقوه في بصير ورحم قطعين رقبته وموصلينها لعبد الله العباسي نقدر نقول ان كان فيه شاب واحد بس امير من الدولة الاموية قدر يهرب ما بين الشام وفلسطين وجيه على مصر وراح رايح على بلاد المغرب العربي وابتدى يكلم خلانه من والان خلانه كانوا من الامازيغ من شمال افريقيا وابتدى يراسل الامرة الامويين اللي كانوا موجودين ساعتها عند الاندلس الشاب ده فقد اخوه صغير وما كانش معاه غير خادم كان اسمه بدر والشاب ده هو عبدالرحمن الداخل واللي لقبه ابو جعفر المنصور لقبه بلقب سكر كوريش ونما عبدالرحمن الداخل راسل قريبه وراسل اهله قدروا انه هما ينجدوه ودخل وقصة تانية اللي هي دولة الاندلس ولكن عبدالله العباسي اللي هو قائد الجيش كان منتظر انه هو يبقى الخليفة مات ابن اخوه اللي هو عبدالله ابن علي العباسي او الخليفة عباسي فعبدالله العباسي عمه كان منتظر انه هو يكون الخليفة ولكن اخوه هو اللي مسك الخلافة وهو ابو جعفر المنصور ابو جعفر المنصور ما سابش عمه الحقيقة بعد كل اللي عملوه ده ما سابش عمه اخد عمه وراح حطه في بيت ونقدر نقول انه هو حبسه مس ابو جعفر المنصور ما ارتحش ان عمه يفضل عايش وراح مدخل مية في الاساسات بتاعة البيت لغاية ما البيت وقع عليه ودي كانت نهاية دولة الاموية وبداية الدولة العباسية زي ما قلت وبقولها ان كل دولة بتنتهي بتكون نتيجة ضعف ضعف الخلافة وضعف الحكم والصراعات اللي بتحصل ما بين الحكم لتاني مرة يا جماعة انا ما بتكلمش باي انحياز خالص تاني مرة ما تنساش بص على المصادر في شرح الفيديو واتمنى يا رب ان المعلومات البسيطة دي تكون عجبتكم وشكرا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو ومرة تانية لو عجبك الفيديو ما تنساش دوس لايك على الفيديو ولقو حضرتك مش مشترك في القناة اشرف وتنور بالاشتراك في القناة واشوفكم على خير سلام عليكم موسيقى